اشتركوا في القناة يمتز بالسرعة ويمتز بالانهاء طبعا الهدف والبداية فيه كالاتي محمد امين عمورة وراء ظهر مدافع ليفربول وطلبه الكرة في العنق مع ان دفاع ليفربول متقدم الى خط وسط الميدان طبعا المهاجم قابل بتمينة رائعة بين المدافعين وانتلق محمد امين عمورة بسرعة خلف الكرة وكل عرف كما قلت ان محمد امين عمورة يمتز بالسرعة الكبيرة وفي امكانه التفوق على المدافعين بسرعته الكبيرة انتلقى بسرعة كناتي كان باطئ بعض الشيء في هذه اللقطة كان في امكانه التسديد في الزوية اليمنى لكن محمد امين عمورة قرر مروغة الحريس وابعد اللعب كناتي من اللعبة وهذا ما جعله اسهل لان كناتي خرج من اللعبة لانه بقى في دار محمد امين عمورة في امكان كناتي كان عرقلته وهو سوف تكون ضربة جزاء واضحة لهذا فايدي فكرة كانت اخسر وفضل ان ابعت كناتي من اللعبة سوف تكون امامه المرمى فارغان طبعا قبل بمورة وغاد الحريس بعدها بقى المرمى فارغان وكناتي وراء ظهره وخارج اللعبة كما قوت اذا كان في امكانه سوف يكون عرقل سوف تكون ضربة جزاء لقطة جيدة وهدف رائع للدول جزئي محمد امين عمورة كما قوت اه قدم في هذا الهدف اداءه المحوض السرعة كذلك مرمى وغاد الحريس والانهاء بطريقة ممتازة وعاد وقدم اصيط سوف تزين التحليل في القناة كاميران تحليل اداءه احصائيته في المباراة وللقاء